موسيقى موسيقى أبارك لكابتن عمر على جيزة اللاعب جيزة الشهر في الدور المصري شهر يناير 2018 والجيزة دي جت بناء على 39 معيار عدد دائر اللعب عدد التمريرات العملها كم تمريرها صحيحة دقة التمريرات الصحيحة دقة التمريرات الطويلة القسيارة التدخلات بتاعته العاب الهوى التغطيات العملها كل حاجة كابتن عمر زي اللي بيحصل في الدورات العالمية واختيارهم للعب الشهر ما بدخلش فيها أهواء ما بدخلش فيها بيلعب في نادي أو مش بيلعب في نادي اللعيب لنقطة كل حاجة من دي بتترجم لبوينت معين وبيبقى في نهاية الشهر بنختار أحسن لاعب في الشهر ده بالتنسيق مع الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي بهنيهم وبشكرهم على الجهد الغير طبيعي اللي بيقولوه للعالم كله ولمصر بصفة خاصة ودي كانت حاجة بسيطة نقدر نقول لشعب الإمارات زي ما انتوا دايما بتقدموا مبادرات احنا كمان كمصرين بنقدم مبادرات في حب الإمارات وفي حب المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان قال نهيان طيب الله ثراء طبعا الحمد لله طبعا على الجائزة وبشكر طبعا دولة الإمارات والشعب الإمارات طبعا على الجائزة دي والحمد لله يعني ان شاء الله يعني الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة على نادي الأهلي وعلينا شخصيا ومزيد من النجاح ان شاء الله الواحد يعني بينفذ المطلوب منه الواحد بيحاول يقدي وبيتعب في الملعة بشارة ربنا يكريمه والحمد لله يعني ان شاء الله يعني الجائزة دي ان شاء الله يبقى فيه تعب أكتر الفترة اللي جاية ونحق النجاح أكتر وان شاء الله نحصل بطولة الدورة ان شاء الله بشكرهم طبعا على الجائزة دي وأنا سعيد طبعا دولة الإمارات طبعا يعني من البلاد اللي أنا بحبها جدا وبشكرهم مرة تانية وإن شاء الله من نجاح لنجاح بشكر طبعا الشيخ زايد دي مش حاجة جديدة علي إنه بيدعم رموز الرياضية وعلى طول بيدعم المصريين وشعب مصر وبشكر طبعا الأرشيف الوطن لدولة الإمارات وبشكر الشيخ زايد مرة تانية وإن شاء الله الفترة اللي جاية تكون كويسة على شعب الإمارات وعلى شعب مصر إن شاء الله